ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2023 بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وأشارت مقرر الرجنة إلى أن الأهمية المرسوم بقانون تكمن في توحيد جهة إصدار تراخص الأدوية في مملكة البحرين بحيث تكون الهيئة هي الجهة المقتصة بإصدار تراخص الأدوية جميعا سواء العادية أو المخدرة وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك كما ناقش المجلس تقريرا بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقر ألف من المادة 21 من القانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 بصيغته المعدلة والذي يهدف إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمال المنزلية ومن في حكمها من 3 إلى 6 أشهر وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح في السابق كانت وزارة الصحة هي المسؤولة عن إجراء الترخيص لهذه الأدوية الأدوية للمخدرة والمؤثرات العقلية وبالتالي كان توفير هذه الأدوية يتأخر بسبب تعدد جهة إصدار الترخيص وهذه كانت أساسا الاستفسارات التي تقدم بها الأعضاء في مناقشة هذا المرسوم بقانون ووضحت وزارة الصحة كما وضح تقرير اللجنة أنه الهدف هو توحيد إجراءات الترخيص بحيث تكون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن هي المختصة بإصدار ترخيص جميع الأدوية المخدرة منها والغير مخدرة اشتركوا في القناة